السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكل من يشاهدني وياكم عليهادي علي موضوعي لهذا اليوم هو الباتري الخاص بالجهاز وكيفية استبداله ومضار توقفه اولا خلي اعرف شكل هذا الباتري طبعا هذا هو الباتري النقطة الاولى هو فوائد هذا الباتري من فوائد هذا الباتري انه يحافظ على الوقت والتاريخ بالجهاز بعد اغلاقه النقطة الثانية ضبط اعدادات البايوز المحافظ على ضبط اعدادات البايوز والنقطة الثالثة اذا كان الجهاز يحدو على كلمة مرور راح يحافظ على هذه الكلمة يعني كل ما تم عملية تشغيل الجهاز راح يطلب هذه الكلمة اذا هذي بعض من فوائد هذا الباتري اكو بعض فوائد اخرى لكن هذي اهم في الفوائد مظار توقف هذا الباتري لسبب ان الاسباب تلف معينة وانتهاء مفعولة اولا راح نلاحظ ان الوقت والتاريخ والجهاز راح يكون خاطر كل عملية التشغيل واعادة التشغيل راح نلاحظ انه يختلف التاريخ بالجهاز ويتصفر من جديد النقطة الثانية راح تصير بعض المشاكل بعض البرامج بسبب الضبط الوقت النقطة الثالثة والاهم وممكن اغلبنا مال بها وهي انه ما راح ندخل على بعض المواقع مثلا الفيسبوك الكوغل الياهو وغيرها بسبب اختلاف الوقت بين الجهاز وبين سيرفر هذه المواقع طيب راح نتعلم اسا شون اقدر ارفع هذا الباتري واستبدلا بباتري ثانية مجرد انه اضغط على الباتري واكو مثل البن الباتري هذا هو مثل ما النهضة ونقدر استبداله بباتري ثاني مثلا الكمبيوتر كان يحتوي على كلمة مرور يعني الويندوز واريد اتخطى هذه كلمة المرور مجرد انه ارفع هذا الباتري واشغل الجهاز بدون باتري فارح يتخطى كلمة المرور واشتغل الويندوز بشكل اعتيادي لهنا انا امتهي موضوعي لهذا اليوم واتمنى انه يكون واضح للجميع وتعلمنا بفوائد الباتري ومظار توقفه وكيفية استبداله نهاية كلامي تتقبل وتحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته